رجعنا لحضراتكم ومعانا صفحتنا على الفيسبوك صفحة بينامج ولا تعسروا اللي بنتلقى عليها اسئلتكم ونخصص لها وقت عشان نجاوب عليها زي الوقت اللي احنا نخصصه دلوقتي للجواب على الاسئلة المباركة اللي وصلتنا على صفحتنا اول سؤال وصلنا بيقول يا شيخ اخوات السبيان ظلموني ظلمي بين وانا بدع عليهم وعلى مرات اخويا لان هي السبب اثت اخواتي علي ووصلت لهم كلام انا ما قلتوش والله العظيم انا مش متجوزة ووصلت المرحلة بدع عليها وعليهم في كل اوقات استجابة الدعاء لا حول اوقات الله بالله ونفسي اخد حقي انا كده علي وزر في الدعاء عليهم يا شيخ لا وانت فعلا ظلمتي ودعيتي على اللي ظلمك ما عليكش وزر بس ده مش الزكاء يعني يعني حضرت النبي صلى الله عليه وسلم قال واتقي دعوة المظلوم فانها ليس بينها وبين الله حجاب يعني انت عندك دعوة مستجابة الدعوة المستجابة ديه تصري فيها وتهدريها في الدعاء على حد ظلمك ولا انك انت تدعي نفسك تدعي نفسك ان ربنا يشرح صدرك ويوسع رزقك ويبركلك ويريح بالك وحسن اخلاقك هو دوة الدعاية الصحيح لكن انت لو دعيت على حد ظلمك محدش حضرت النبي صلى الله عليه وسلم قال دعوه فانا لصاحب الحق مقالة فانت لو دعيتي محدش هيقولك ان انت عملت وزر عملت ذنب وعليك وزر لكن هي المسألة كلها هو ده الاحسن لك وانت في حال الكرب اللي انت فيها دي بس خليني اقف عندي جملة من البيزن انا قلتلك الحكم اوه بس خلينا انا عايز اقولك نصيحة عقف عند بعض الكلمات اللي انت حضرتك قلتها في السؤال دولة اخواتك ومرات اخوكي هي اللي قسيتهم عليك ازاي حد غريب وصل لقلوبهم وهم شافوكي مش مناسبة وشافوكي عدوة لهم ليه اكيد هي بتقولي ان هي وصلت لهم كلام صحيح عنك طب انت ليه ما صلحتش الكلام ده ليه ما حاولتش تفاهمهم انا عارف هتقوليني ان انا حاولت تفاهمهم بس ويا كانت مسيطرة عليهم قد نكون احنا عملناها بطريقة مش مناسبة انا عايز اقولي ايه عايز اقولي دايما يا جماعة ان المشكلة في العلاقات بيكون سببها الطرفين يعني ما تجيش تقولي ان هي هي اكيد خدت كلمة حق وحطت عليها مئة كلمة باطن فانت كنت لازم تروح لاخواتك وتروح لهم من مدخل ان مع ما حصل فانت اخواتي انا بحبلكم الخير وانا اكيد مش ممكن اتكلم في حقكم بكلام فاسد لان انا بحبكم وعايزاكم تبقوا جنبي اما واني هذا الكلام انت لما سموا هذا الكلام وصدقوه انت ما كانش من عندك الا ان انت سميتهم انهم ظلمة ومشوا ولا واحدة خرابت بيوت وبتصير في قطع الرحم وخلتيهم هم كمان قطعين رحمهم وعدت توصفهم بالاوصاف السلبية انا عايز اقولك حاجة كل الكلام دوت هيكون له اثر سلبي على قلوبهم لانه بيحس ان هم بيتعاملوا مع حد ضاغط حد كل اللي بيعمله ان هو بيشكو ويلوم لكن انت لو غيرت طريقتك وعشت بطريقة ادفع بالتي هي احسن فاذا الذي بينك وبينه عدوة كأنه ولي حميم لو عشت بطريقة فخيرهما الذي يبدأ بالسلام لو عشت بطريقة ليس الواصل بالمكافئ ولكن الواصل من اذا قطعت رحمه وصلاها حياتك هتختلف انا قلتلك الحكم في مسألة الدعاء وقلتلك تعملي ايه عشان تقدري تكون علاقتك انت واخواتك ترجع مرة تانية ابداي انت بالسلام ابداي باصلاح ذات البين ابداي باصلاح بسلة الارحام ربنا يفتح عليك ويباركلك وحد يقولك والبنت هي اللي تبدأ مش الاولاد صح احنا عندنا استوصب النساء خير بس اوال الحديث ده معمول للنساء والرجال بالمناسبة عشان محدش يجي في النص كده ويروح مدخل الاشياء ويمنع الناس عن الخير يقولك ما انت البنت انت اللي مفروض يقفوا جنبك انت المفروض يحط بيكو انت 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 اه بس انت كمان مخاطبة من الشرع الشريف يقول مش المفروض والاصول بلاش نستخدم كلمة الاصول في المنع عن الخير بلاش الاصول تساعد على الخير مش تمنع الخير فانت بتسأليني بقولك ايه بقولك ابداي انت بالسلام هتقولي اللي بدأتك تيق بحاولي استمري وان شاء الله ربنا هيكرمك ويفتح عليك انا احبلك ان انت واخواتك يكونوا مع بعض مش احبلك ان انت تبقى مظلومة واعدة تدعى لاخواتك وبس والكلام ده يتورسوا الجيل اللي جاي والجيل اللي بعده ويقل لي احصل يفقدوا عمتهم اللي هما بيبقوا في امسل حاجة اليها لان بتكون بالنسبة لهم هي المنطقة النادية في علاقتهم بابوهم ان تكون عمتهم عاون لهم لو انهم احتاجوا انهم يوصلوا لقلب بابوهم في اي وقت فبدأي بالسلام وان شاء الله ربنا هيكرمك السؤال اللي بعد كده بتقول زوجي دايما سريع الغضب والانفعال ودايما يفهمني عكس مقصد يعني دايما يفهمني عكس مقصد وهو دائم الخروج من المنزل طبعا ويحب ان يبقى خارجه ودايما بين اطفال النزاع عالفي شيء من السح وما الحل مع زوجي ويريد تجاوبني يا شيخ في اي وقت لان زوجي تعبني والله انا حاس انتوا لتنين تعبين بعض ليه انت بتقولي ايه انه دايما بيفهمك عكس مرادك في الغالب انا حاسس من السؤال كده ان حضرتك عندك حساسية حساسية مفرطة فما بدأيش تعبري عن اللي انت عن اللي انت عايزاه وطالبة من جوزك ان هو يفهمك لان انت لو صرحتي بالكلام اللي انت عايزاه بتعتبري ده تكسر الخاطر ويهدر للكرامة وان انت بتطلبي حاجة المفروضة كان هو يفهمها طب ده كله بيقدي الى ايه ان هو الشخص الحساس دايما بتفهم غلط ليه لان هو لا يريده ان تفهم كلماته ولكن يريده ان يفهم ألمه ووجعه وبعض الاحيين بعض الناس بيشوفوا الكلام اللي بيقوله الشخص الحساس ده ده مفيش وجع ولا قلم ولا اي حاجة هم مختلفين معاه فهو بيجي يقول لهم ما انتم مفروض تحسوا بالوجع اللي عندي هو بيقوله انت بان انت بتوجع عليه انا قلتلك لو سمحت ما تعملش كده قال له بس انا حسيت ان انت للأسف بتتخلى عني وبتخزني قال له لا انا بقولك ما تعملش كده لان ده مش مناسب ده انا كنت بسندك بنسندك بنصيح يقول له انا ما فهمتش كده فلما يجي يقول له يا فلان لو سمحت ما تبقاش تعمل كده يقول له كده يعني ايه ما نصحكش تاني يقول له انت فهمتني غلط ليه انا بقولك ما تعملش كده يعني ما توجعش قلبي اه ايه اللي اغباطة دي يبقى احنا نشيل الحساسية ونتعامل بشكل طبيعي الاشخاص الحساسين لما بيجوا تكلموا مع بعض ممكن يحسوا ان فيه حاجة غريبة فيه كأني حجاب كده كأني حد تحطي ايده عشان الهوى ما ينفس حطت ايده كده عشان كمان ما نقدرش نشوف فلازم يقول بقى ان فيه حاجة غير طبيعية صح فيه حاجة غير طبيعية بس جوانة ده مش جن ولا عفريد ده جوانة محتاجي تغير ان الله شوفوا قوله تعالى ان الله لا يغيره ما بقوم حتى يغيره ما بأنفسي يبقى انت لازم تغيري تغيري اللي جواك يبقى ايه اللي يحصل انا باقترح على حضرتك عشان تعملي بتقولي نعمل ايه اولا ما فيه السحر ولا فيه اي حاجة اقول ايه اللي حاصل فيه سوق اتصال من سوق تفاهم سوق اتصال الاتصال بينك وبين زوجك بعفية عايزين نجدده طب نجدده ازاي هنجدده بشوية اجراءات اول اجراء نعمل ايه نقعد ساعة مع بعض نقول كل اللي فات كل اللي فات ونخلص منه ونرميه كل اللي فات بحيث ان عندنا تلتمية وستين ثانية في الثانية تلتمية وستين هنوقف عن الكلام حتى لو في وسط الكلام فكل اللي فات ده هنقوله في الساعة دي ونتخلص منه طب وإيه تاني بعد كده ونبتدي الكلام ده بقول لحظة ديك تعمليه النهاردة وتاني يوم نبتدي بقى مشوار ايه المشوار ده نبتدي نتكلم مع بعض كل يوم نص ساعة عن المستقبل والسعادة ليه المستقبل والسعادة لان رسول الله كان يحب الفقل الحسن وكان لا يرى الا متبسمة وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب القول الحسن والكلام الحسن حتى سمى أولاده بالحسن والحسين يبقى احنا لازم نفهم كده ان حضرت النبي صلى الله عليه وسلم لما سمى أحفاده الحسن والحسين عشان هو بيحب الجمال فنتكلم الكلام الحسن وقوله للناس حسنة يبقى ايه اللي يحصل يبقى اول حاجة نقعد ساعة نخلص فيها كل الكلام اللي فات وبعد كده نص ساعة نتكلم فيها عن المستقبل والسعادة طب لو ما نتكلم عن المستقبل والسعادة ايه يحصل انفتاح وانشراح للصدر في البيت طيب تالت حاجة نعملها ايه بقى لأن واضح ان مسألة محتاجة ان احنا نغير ده واضح ان احنا مش قريبين من بعض فاحنا محتاجين نعمل ايه محتاجين ان احنا نخرج مع بعض شوية نخرج مع بعض ولو مرة كل اسبوع من روح يطش ناكل وانا بقول ان الكلام ده يحصل بينك وبين زوجك بس يعني تخرجوا من غير الاولاد تخرجوا مش لازم تروحوا تاكلوا عشان ما يبقاش الخروجة مكلفة لكن تخرجوا تتمشوا تروحوا تشربوا حاجة وترجعوا وبكده تقربوا من بعض وتبدأوا صورة جديدة من الحياة الحياة التلاتة دي ممكن تساعد جدا 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 في حالتنا لكن فيه سحر لا ما فيه سحر إلا يكون سحر بس النفس الامارة بالسوق يعني ايه النفس الامارة بالسوق خد عاكي ووهماكي ان فيه حاجة بينك وبين جوزك وهي سوق تواصل ولما هو يتكلم سيبيه كمل الكلام لآخره لان الراجل لما بيسيب البيت وينزل لانه مش عارف يتكلم مع مراته مش عارف مش لاقي مش لاقي ود مش لاقي طبطوة مش لاقي حنان هل معنى كده اننا جاي عليكي لا انا بفتح حينيك ايه باي شيء تتحقق بقوله صلى الله عليه وآله وسلم ماذا انكم لن تسعوا الناس بأموالكم ولكن تسعوا الناس بأخلاقكم ازاي تقدري انتي بشكل واضح اني تأخذي قلب زوج بالكلمة الحسنة والكلمة الطيبة الصدقة ازاي تقدري تعيش بداه هو ده الكلام اللي احنا بنتكلم فيه السؤال اللي بعد كده بيقول لو سمحت كنت عاوز اسأل انا طالب في كلية الهندسة وكنت بس تفسر عن بعض الكرسات في مجال تخصصي وكنت عايز اخدها ولكن كانت تكلفتها عالية وما اقدرش عليها لوحدة فدخلت مع مجموعة من المهندسين وبنجمع مع بعض فلوس الكرسات دي ونشتريها ونوزع على بعض ده حرام ازا كان الكرسات دي المقصود بيها ان هو بيديله الحاجة دي وبيشرط عليه وبيخليلي يكتب عقد ان هي تكون الاستعمال واحد وهو وقع على ان ده الاستعمال شخصي وبس لا ده يبقى خلاص ممنوع ان استعمالها لحد تاني اما وان هو ادهاله بشكل شخصي عشان هو حضر الكرس وانتوا كنتوا ادفعين له الفلوس وهو دخل مكانكم واخد هذه الكرسات وبعدين وزع عليكم واتستعملوها استعمال شخصي مش استعمال تجاري ده يبقى جائس لان اصلا حقوق العلم مسبلة واصلا ان اللي وصل لكم من المذكرة دي وصل لكم بطريقة صحيحة لان في واحد تملكه وبعدين اعطاه للناس لانه لم يشترط عليه ان ده يكون له فقط فاذا اشترط عليه لا ما ينفعش الامر ده يبقى الامر اذا ما كانش فيه اشتراط لان المسلمون عند شروطهم اذا ما كانش فيه اشتراط ان هي تكون لواحد بس ولا يجوز ان هو يعطيها لغيره يبقى خلاص يبقى عدم الاشتراط ده يقوم مقام الايه مقام الاباح مقام الجواز فايه اللي يحصل فاذا هو حصل على الكرس ده ودفع الفلوس دي واصبح اخذ اخذ هذا هذا الكرس اخذ هذه المادة اخذ هذه المادة وتملكها ثم اعطاها لغيره بغير ان يكون هذا مخالفا لشرط بينه وبين صاحب هذا الكرس يبقى خلاص ده جائز ومفوش حاجة امتى هيبقى ممنوع لو هو اشترط عليه ان هو يكون للشخص اللي وقع بينه وبينه العقل ساعتها لا هيبقى المسلمون عند شروطهم يبقى ساعتها هيبقى المسلمون عند شروطهم وطبعا اذا انتو اخذتوا الكلام ده الكرس ده وازعتوه على بعضكم هيكون دوت في حالة ماذا؟ الاستعمال الشخصي وليس الاستعمال التجاري لان الاستعمال التجاري هو اللي بيدر لكن الاستعمال الشخصي ما يدرش صاحب هذا الكرس اللي يدره هو ايه؟ الاستعمال التجاري السؤال اللي بعد كده بيقول السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم لو سمحت يا فضيلة الدكتور عمر كيف اكون في المنطقة الامنة في علاقتي مع الله؟ وإيه اللي دخل منطقة امنة ومنطقة غير امنة في المعاملة مع الله؟ كل المناطق امنة مع الله حتى منطقة الخوف منطقة امان ربنا خوفنا مما سواه عشان يؤمننا بذاته سبحانه وتعالى ولمن خاف مقام ربه جنتان لبأ ايذن الله سبحانه وتعالى جعلنا دائما في امانه سبحانه وتعالى واذا سألك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوة الداعي اذا دعان يبقى ايذن انت في امان الله سبحانه وتعالى ازاي بقى انا افاهم ان انت ممكن تقول لي ازاي استشعر امان الله ازاي استشعر ان انا امن بس اوعى يكون اللي انت طلبه وبتسألني عنه ان ازاي اضمن ان انا حصلت على رضا الله ما كانش الصالحين بيطلبوا كده كان الصالحين بيقولوا ازاي نسعى الى رضا الله لكن ازاي نضمن رضا الله ده من فضل الله سبحانه وتعالى علينا اللي جعل رضاه مش هنعرفه غير لما نلقاه وانزالك حضرت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لن يدخل احد الجنة بعملي قال ولا انت يا رسول الله قال ولا انا الا ان يتغمدن الله برحمتي يبقى من افضل الحاجات اللي احنا لازم نعتقدها ان ربنا ما اخفاش عنا رضاه عشان نخاف لكن اخفى عنا رضاه لندخل في امانه فلذلك ان لا حاصل لازم نذهب الى الله سبحانه وتعالى لنطلب امانه ونعجل الى الله سبحانه وتعالى ليرضى يبقى اذا نحن نريد ان نحصل على امان الله سبحانه وتعالى يبقى ازاي ازاي احس ان انا في امان الله باربع امور الامر الاول ماذا استحضار ان الله سبحانه وتعالى لا يفارقني وانني محل نظر الله فالباقي معك ما ودعك ما ودعك ربك وما قاله يبقى اول حاجة انت دوما في حضرة الله الامر التاني اني دوما احس بالوصل الذي بيني وبين الله طب اذا خف وصلي اناجي الله يا سيدي خذ بيدي ولا تتركني لي يبقى دا تاني حاجة يبقى على طول استحضر اننا في معية الله تاني حاجة اذا خف احساسي بمعية الله اخاطب الله واناجي الله على طول الا بذكر الله تطمئن القلوب الحاجة التالتة بقى اننا اداوم على السير الى الله يعني اداوم السير الى الله خير العمل ادومه وانقل يبقى ايه اللي حاصل اداوم على السير الى الله حتى لو كنت اعمل العمل القليل بس اداوم لا انقطع عن السير الى الله يبقى محدش يقول والله انا مش حاسس بالامان يبقى انا عامل ليه انا مش ضامن ان ربنا يقبلني اه بس اسير الى الله لاني سيري هو الذي يجعلني أرى نور الله سبحانه وتعالى عندما ينظر إليه وقل اعملوا فسير الله عملكم ورسوله والمؤمنون يبقى إيه اللي حاصل يبقى أنا أسير إلى الله يبقى دي ثلاث حاجة رابع حاجة إني لابد أن يكون لي في كل وقت ورد يأخذني ويجعلني أرد على الله الأربع حاجات دول الورد ده تعمل إيه يجعلني دائما أدخل في حضرتي ماذا فاذكروني أذكركم فما بالك بعبد ذكره الله ألا يحس بالأمان الأربع حاجات دولة استحضار أننا في معية الله سبحانه وتعالى مناجات ومخاطبة الله ودعاؤه إذا أنا حسيت بأننا مش في حضرته مداومة العمل وفي النهاية أكون عندي ورد دائما يدخني في حضرة الزاكرين ليذكرني الله سبحانه وتعالى بكده أبقى أنا في حضرة مولايا سبحانه وتعالى وهذه الأعمال هي التي تجعلني في حضرة السيد سبحانه وتعالى ودائما يا سيدي خذ بيدي ولا تتركني لي إحنا النهاردة تكلمنا عن شيء مهم عن تجديد علاقتنا بالموت وإزاي نحترمه لأنه هو جسر بينقلنا من حياة إلى حياة يا رب اجعلنا على الدوام تستحضر مع أيتك ونكون في حضرتك ونذوق حلاوة نظرك إلينا يا رب العالمين اجعلنا دائما نذوق أنوار نظرك إلينا فتعمق قلوبنا بوصالك وتجعلنا دائما من أهل جمالك يا كريم يا ودود يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين جمنا بجمالك يا جميل